السلام شباب اليوم راح نتكلم عن موضوع انه في بعض الشباب بحاولوا نزلوا البرنامج يعملوا له لود فبعطيه انه البرنامج بروتكت او محمي فبهاي الحالة بكون النسخة اصلا معمولة على اساس انه المحمي ما بتقدر تنزلوا عجيه هزتاني فشلون بتحل هاي المشكلة انك تلغي ملف الجلوبل من نفس البرنامج من نفس السيت اللي بدك تنزله فشو بتسوي مثلا بتروح على ميديا طبعا هذا الحكي بالنسبة للفور اكس ولا اي جهاز من اجهزة الكورغ عموما بس الان هم بواجهها شباب بالسبعمية بالفور اكس هاي المشكلة بالالف فشو بتسوي بتروح انت على البرنامج مثلا بندك تنزله تفتحه بتروح اول شي على ميديا من ميديا بتروح تشوف وين انت مخزنه مثلا على اليو اس بي او على الجهاز مثلا وبتاخده بتعمل اوبن هذا الملف لازم تلغي بتروح على كلمة دليت بتروح بتفوت على البرنامج مرة تانية بتعمل اوبن بتروح على جلوبل وبتعمل دليت وبتعطي يس بس هاد قبل ما تعمل لود اوكي وبعدين بعد ما تخلص بتروح على كلمة لود وبتشوف الملف وبتروح على وين انت مخزنه مثلا وبتعمل له لود وبتعطي يس بلاود لك البرنامج بشكل طبيعي بس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قبل ما تعمل اشتركوا في القناة